خاطر خذينا بعين الاعتبار إصلاحات المش نعملوها فما جزء مشي مشي دعم وجزء الثاني هو تحويلات لفائدات كل الفئات الاجتماعية تعرفوا لي سياسة دعم في تونس هي سياسة قديمة تعود إلى سنة 45 ممكن نعمرها أكثر من 70 سنة هي تكرس البعد الاجتماعي والاقتصادي هي مكسب من المكاسب نحافظوا عليها لن يكون هناك رفع للدعم نحن سنحافظ على هذا المكسب بل سنعملوا على إصلاحه في اتجاه توجيهي إلى مستحقي وهل التوجيه هذا عبر منصة ستفتح إلى كل التونسيين وكل الفئات بالطبيعة بش ناخذ بعين الاعتبار الادراج الآلي للفئات اللي هي مندرجة في الأمان الاجتماعي اللي هي فئات معوزة والفئات المحدود تدخل واللي هي قرابة أربعة مليون تونسي يضاف إلي بقيت التونسيون اللي هما مدعون إلى الانخراط في المنظومة والفي منصة اللي تم أعدادها للتسجيل وللاستفادة من التحويلات ويكون البرنامج هذا سيمتد على أربع سنوات والتعديل يكون تدريجي في الأسعار على أربع سنوات معنا 23 حتى الـ 26 ويأخذ بالاعتبار الحساسية للمنتجات وزنها في الانفاق العائلي دورية التعديل وكذلك كل مرة يتم معناها تحيين الإجراء هذية والإصلاح هذية حسب المقتضيات وحسب ارتفاع وتحيين كلفة الدعم وكذلك التحويلات التي سيتم ومنحها إلى الفئات الكل كما قلت ترجمة نانسي قنقر